إذن مشاهدين قبيل أيام من الاقتراع ميزان الاستطلاعات يتأرجح طارة الكفة تميل للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وطارة أخرى لهاريس الاستحقاق متقارب بشكل كبير وكل مرشح لديه فرصة قوية للفوز كما نتابع في هذا العرض وفق موقع ريكلير بولينغ في بنسلفينيا ترامب يتقدم على هاريس بـ 48.2% مقابل 47.8% أيضا في نورث كارولينا يتقدم ترامب بنسبة 48.8% مقابل 47.3% وبفارق مريح للمرشح الجمهوري اللون الأحمر يسيطر على ولاية جورجيا ترامب تحصل على 49.3% مقابل 46.7% أيضا لو نتوجه مشاهدين إلى أريزونا ترامب يتقدم بنحو 49.3% أو جورجيا تحديدا بنسبة 49.3% أريزونا كما نتابع في هذا العرض ترامب يتقدم بنحو 49.2% مقابل 46.9% للمرشحة ديمقراطية كامالا هاريس في حين كما نتابع أيضا في هذا العرض لو نتوجه إلى نيفادا نلاحظ تقدما طفيفا لترامب على هاريس بنسبة 48.7% مقابل 47.2% في ولاية ويسكنسون اللون الأزرق يسيطر كما نتابع ولكن بها مش بسيطة ترامب تحصل على 48.1% هاريس 48.4% في ميشيغن أيضا اللون الأزرق يعود بعد تراجع في الأسباع القليلة الماضية هنا تحصل التهاريس على 48.3% مقابل 47.5% وبعيدا عن استطلاع ترأي مشاهدين وفق مراقبين النهوض باقتصاد أمريكا وتجاوز عقبة التضخم يمكن أن يكون ورقة ربيحة للمرشحين خصوصا وأن الناخبة الأمريكية مستاء من ارتفاع معدلات البطالة ترجمة نانسي قنقر